لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله إن من تأمل في أحوالنا وفي واقعنا وجد أننا نقوم ببعض الأعمال التي نهدف من ورائها إلى أن نشعر باللذة والسعادة نسيما في الأعمال الدنيوية على سبيل المثال ترى بعض الناس وكلنا يقوم بذلك يقومون برحلة أو بنزهة إما إلى المناطق الجميلة الخضراء وإما إلى الغابات من أجل أن يشعروا بالسعادة ويرتاحوا ويشعرون بحلاوة تلك الرحلة الجميلة وبالفعل إذا سألتهم يقولون نعم سعدنا وارتحنا وكذا وكذا يحدثون عن اللذة التي عاشوها وأيضا ترى بعض الناس يحب أن يأكل الطعام في خارج بيته ويقول بأن للطعام في خارج البيت لذة عجيبة وتراه يدعب مع أنه في البيت هناك من يصلح له الطعام ولكنه في الخارج يقوم بذلك العمل ويشعر بلذة وسعادة وهل مجر لكنه شيء واحد إذا عملنا لا نشعر باللذة في أعمال الدنيا كما سمعت نبحث عنها ونجدها ولكن هناك شيء إذا فعلناه لا نجد له لذة أتدرون ما هو عباد الله؟ إنها العبادة إنها العبادة إنها المناد لله فكم ندخل في العبادة ولا نشعر لها لذة كم يدخل أحدنا في الصلاة يجرجر أقدامه إلى المسجد جرجرة شقيلا في مشيه وإذا دخل في الصلاة لا تسل عن ذهابه وعن الوسوس يمنة ويسره لا يشعر بشيء ويخرج من صلاته وما درى ماذا فعل؟ أي لذة سيشعر بها؟ أما إذا صلى وحده يقول أحدهم فلابد أن أسجد لسه اللذة مفقودة أما براة القرآن الكريم فأحدنا أن يقرأ الأخبار ويجد لها لذة أما كتاب الله لا يشعر بلذة أما الصيام فكأنه كابوس يا معاشر المؤمنين لماذا فقدنا اللذة في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ أم أن العبادة ليس لها لذة؟ لا لها لذة لكن لأن أجسادنا مريضة لأن أجسادنا مريضة فأصابنا ما أصابنا فالمريض لا يجد طعم الماء العذب إلا مرا المريض لا يشعر بلذة الطعام وكذلك حالنا لا تطعم الإيمان للإيمان طعم للإيمان حلاوة لا تطعم الإيمان من؟ يا رسول الله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول وفي الصحيحين من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الإيمان له حلاوة لكن افتقدناه افتقدناه ذهبت لذته ذهبت حلاوته ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لا يحبه من أجل نسبه ولا جاهه ولا جماله ولا أمواله إنما يحبه لأنه مستقيم طيب بأخلاق والصال لأرحامه مستقيم على شرع الله والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وامر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شاعر بهذه الحلاوة فكان يقول وكانت قرة عيني في الصلاة يا بلال أرحنا بها فيها راحة فيها سروره فيها سعادته يصلي حتى تتفطر قدما وانظروا إلى أحوالنا في الصلاة إنها استعاد واللده التي عاشها معاذ بن جبل فبكى عند موته قال والله والله ما أبكي على غرث الأنهار على غرث الأشجار وجري الأنهار ولكن أبكي على ضمأ الهواء جرأي الصيام وعلى مكابدة الليالي قيام الليل وعلى مزاحمة العلماء بحلق الذكر يبكي على هذه الثلاث لأنه وجد سعادته ووجد لدته وأما ابن تيمية رحمه الله يقول ما يفعل أعدائي بي سجنوه في سجن القلعة فنظر إلى أسوارها العظيمة فقرأ قول الله فالضربوا بسور له كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يوم ترى المنافقين والمنافقات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إلى أن قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب في الداخل الرحمة يعيش طاعة يعيش طيبة يعيش السعادة ومن خارج الناس ينظرون إليه بأنه السجن مخيف فكان يقول ما يفعل أعدائي بي إن سجنوني فسجني خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن أخرجوني من بلدي فخروج سياحة إنها السعادة إنها اللذة التي افتقدناها في عبادتنا لله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة العبادة الحمد لله على إحتانه والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أمة الإسلام كيف السبيل كيف الطريق إلى أن نصل حتى نشعر بحلاوة العباد كلنا يريد ذلك كلنا يريد أن يشعر بحلاوة الصلاة بحلاوة الصيام بحلاوة قراءة القرآن الكريم يقول بشر بن الحارث رحمه الله من أراد أن يشعر بلذة العباد من أراد أن يشعر بلذة العبادة فليجعل بينه وبين الشهوات سورا من حديد بين الشهوات أن نجعل بيننا وبينها سورا من حديد وأما أحمد بن حرب العالب الجليل فيقول رحمه الله عبدت الله خمسين سنة عبدت الله خمسين سنة فما أوجدت لذة العبادة حتى تركت ثلاثة أما الأولى ارضاء الناس فاستطعت أن أقول الحق ارضاء الناس ارضاء الناس غاية لا تدرك يا عبد الله أهم شيء واسر على هذه القاعدة حتى تلقى الله أهم شيء أن يرضى عنك ربه ولا تبالي بعد ذلك بمن غضب أو سخط أو رضي أهم شيء أن يرضى عنك ربه فليتك تحمو والحياة مريرة وليتك ترضى والعنام غضاب إذا صحميك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب رضا الله هذه الأولى أما الثانية تركت مجالس أهل الفساد أصدقاء السوء مجالس السوء تقسي القلب يقول تركتها فأبدلني الله بمجالسة الصالحين فشعرت بالحلاوة وما هي الثالثة قال تركت حلاوة الدنيا فأبدلني الله بحلاوة الآخرة إن الذي ينغمس في الدنيا ويعيش مع الدنيا بكل أحيانه لا يعني أنه يتركها يأخذ منها لكن بعضنا نسأل الله السلامة والعافية عاش وخاض مع الدنيا وحالك من يدخل في الماء بثيابه فيخرج وهو مشغول بثيابه المبللة فكذلك حالنا مع الدنيا مشغولون بها ذهبت حلاوة الآخرة يا عباد الله إن الدنيا والآخرة ضرتان مثل الزوجتين إذا أرضيت أحدهما تخطت عليك الأخرى فمن ترضي؟ من ترضي؟ ترضي الآخرة؟ وتسخط عليك الدنيا؟ نعم فإن الإنسان ميت ومن ذلك الذنوب والمعاصي قصت قلوبنا وقد جاء في الآثار أن عبدا قال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني فقيل له كم أعاقبك ولا تدري ألم أمنعك من لذة مناجاتك؟ كم أعاقبك ولا تدري ألم أمنعك من لذة مناجاتك؟ لا إله إلا الله يا أمة الإسلام بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا نموت ولا شعرنا بهذه اللذة يقول العارف بالله يقول أهل التقى إن في الجنة أو إن في الأرض جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة أي في ساعة في لذة هذه اللذة التي يحصل عليها العابد لربه هي اللذة التي يشعر بها الإنسان في الجنة فلماذا لا نعالج أنفسنا؟ لماذا لا نعالج أنفسنا؟ نموت نخرج من هذه الدنيا وما ذقنا حلاوة الصلاة وما ذقنا حلاوة القرآن وما ذقنا حلاوة الذكر أن يختار من ذكر الله وقراءة القرآن سببون في الحصول على المناجأة في الحصول على السعادة بينك وبين الله 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 يا أمة الإسلام لماذا نشعر بحلاوة الدنيا ولا نشعر بحلاوة الطاعة؟ إن القلوب مريضة إن القلوب مريضة فعلينا أن نتدارك أنفسنا وأن ننظر في أحوالنا قبل أن نموه وما شعرنا بهذه الحلاوة وما شعرنا باستعادة في طاعة الله ومن شرحت صدورنا لذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم ارزقنا لذة المناجأة يا رب اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة اللهم اشرح صدورنا لعبادتك وارزقنا لذة المناجأة وارزقنا قراءة القرآن الكريم والصيام والعبادة وارزقنا حلاوة الطاعة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين